مغامرة بدأتها الرحالة الرومانية إلينا قبل أكثر من تسعة أشهر من إيطاليا على دراجتها النارية لاكتشاف البلاد المختلفة اتحولت لتجربة فريدة في السعودية بسبب فيروس كورونا أنا مزرد بأنني أحبت بأنني أحبت هنا في السعودية ومنذ أولئك المنطقة في المنطقة كيف كانوا يجبوني بأنني أشعر بأنني أشعر بأنني ورغبت بأنني أرادتها بأنني أرادتها بأسهر بأنني أبداً أتحول إلى النارية وعندما أرادتها إلى تحديدها وعندما بعد بلترابة لأسهل قدراء من ثلاثة أشهر عاشت إلينا مع عائلة سعودية العزل المنزلي وخاضت تجربة سيام رمضان وشاركتهم فرحة العيد كأنها أحد أفراد عائلتهم. أنا أفراد عائلتهم وخصائر من أفراد عائلتهم فقط بأنه أفراد عائلتهم وخصائر من الأنمان. أجلسوا نحن أول عائلت المدينة بالأسفل من المباشرة. أعتقد أنني أحيانا هذه الموادية كما أنت تحركها. أقلمنا كلنا الحمد لله مع بعض وحسناه خلاص أنه صارت فرد من العيلة حتى الأطفال مرة يحبوها تجي تساعدنا في المطبخ وتعلمت كثير من الأكلات السعودية حتى يعني أنها صامت معنا شهر رمضان كامل ما شاء الله وبدأت أتعلم اللغة العربية كمان زارت إلينا حتى الآن 16 دولة في هذه الرحلة وما زالت تجربتها مستمرة لإكتشاف دول العالم مرهبا عيد مبارك تشارك إلينا يومياتها في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعتبر فرصة فريدة تنقل ثقافتها وتكتسب ثقافة أهل البلد شعل السعد MBC جدا